اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهوى مادة الكيميا اه ان شاء الله هنكمل احنا بنكمل المراجعات بتاعتنا اه حلقات المراجعة مش عايز اوصيك حلقات في غاية الاهمية اه تسمع تسمع الحلقة بتاعتك مرة واثنين وثلاثة لحد المعلومة ما ايه ما ايه تثبت معاك ان شاء الله رب العالمين طيب اه النهاردة يعني هنكمل الشغل بتاعنا وهناخد بقى شوية تحويلات على اسئلة علل في غاية الاهمية بازن الله رب العالمين على شوية مسائل مهمة جدا بازن الله رب العالمين طيب هنبدأ الحلقة بازن الله بسؤال دايما بيجي في الامتحان والطالب بيبقى يعني يعني مش بلعه قوي ولكن الطلبة المتميزة والطلبة اللي بيذكروا طول السنة ربنا بيوفقهم وبيعرفوا يحلوا اي سؤال سؤال بيقول لي وضح بالمعادلات الكيميائية اثر الحرارة وضح بالمعادلات الكيميائية اثر الحرارة على ما يليه اول حاجة بيقول لي انا عايز اثر الحرارة على مين على اجزالات الحديد اتنين سؤال مهم وضح اثر الحرارة على اجزالات الحديد اتنين احنا عندنا اجزالات الحديد اتنين سي او او وهنا سي او او وهنا عندي اف اي ده اجزالات الحديد اتنين لما اكتبوا بالصيغة البنائية بيبقى ايه افضل ليه اجزالات الحديد اتنين هسخنوا باعمل تسخين وهكتب هنا معزل عن الهواء معزل عن الايه عن الهواء ايه اللي هيحصل الحديد بياخد الاكسوجين بيديني اكسيد حديد اتنين الكربون ياخد الاكسوجين يديني اول اكسيد الكربون وهنا هيديني ثاني اكسيد الكربون يبقى انا عندي وضحت بالمعادلة ان اجزالات الحديد اتنين لما بعمله عملية تسخين بمعزل عن الهواء هيديني اكسيد حديد اتنين طب لو انا عملت تسخين بس في الهواء اكسيد حديد اتنين المتكون هيتحد مع الاكسوجين ويدينا اكسيد حديد كام اكسيد حديد 3 ولكن هو طالب هنا بمعزل عن الهواء طيب السؤال الثاني عايز أثر الحرارة على مين على هيدروكسيد الحديد كام 3 السؤال برضو مهم هيدروكسيد الحديد 3 عايز يعرف أثر الحرارة عليه اتها هيدروكسيد حديد 3 ف اي او اتش باي سري هسخنه لدرجة حرارة اعلى من ميتين يبقى هكتب هنا اعلى من ميتين درجة سلزية هيديني اكسيد حديد تلاتة لان هو هيدروكسيد حديد تلاتة هيديني اكسيد حديد تلاتة هيديني اف اي تو او سري زائد المية لو انا سبت المعادلة كده المعادلة كده غير مش موزونة فلازم اضرب نفسي ان انا اكتب المعادلات بتموزونة لان هو الشرط بتاعه في الامتحان يقول لك مع كتابة المعادلات الكيميائية موزونة طب انا عايز اوزن المعادلة هنا عندي الحديد كام اتنين يبقى حط هنا برا كام اتنين كان لها باللون الاحمر عشان يبقى باين كده يبقى اتنين مول يبقى انا كده وزنت الحديد طب الهيدروجين عندي هنا اتنين في تلاتة بستة هنا عندي اتنين يبقى حط هنا كام تلاتة والاكسوجين كده بقى ايه مصبوط يبقى السؤال التاني هيدروكسيد الحديد تلاتة لما بسخنه لدرجة حرارة اعلى من ميتين درجة مئوية بيديني اوكسيد حديد تلاتة ويتصاعد عندي بخار الايه بخار المي طيب عايز ايه كمان عايز اثر الحرارة على كربونات الحديد اتنين اللي هو السيدرايت كربونات الحديد اتنين F E CO 3 هعمل له تسخين شديد ده بيتم اثناء التحميص هيديني اوكسيد حديد اتنين F E O ويتصاعد عندي غاز ثاني اوكسيد الايه الكربون طبعا احنا عارفين ان الكربونات حديد اتنين ده سولد اوكسيد حديد اتنين ده سولد كربون ثاني اوكسيد كربون ده ايه ده غاز خلاص هيدروكسيد حديد تلاتة برضو سولد اوكسيد حديد تلاتة سولد وعشان انا بسخل لأعلى من ميتين درجة يبهاجع عند المية واكتب ايه فيبر خلاص ده بالنسبة لي السؤال وضح بالمعادلات الكيميائية اثر الحرارة برضو فيه سؤال تاني في غاية الاهمية وضح اثر الحرارة على كبريتات حديد اتنين احنا عندنا اثر الحرارة دي بها ده رقم اربعة عايز اثر الحرارة على كبريتات الحديد اتنين كبريتات الحديد اتنين fe 0 4 هسخنوا تسخين شديد لدرجة الاحمرار هيدينا اوكسيد حديد تلاتة fe2 o 3 زائد ثاني اوكسيد الكابريت زائد ثالث اوكسيد الكابريت كبريتات حديد اتنين ده سولد صل اوكسيد حديد تلاتة سولد ثاني اوكسيد ده غاز ثاني اوكسيد الكابريت بداية غاز وهنا ده عندي غاز طبعا يزوزن المعادلة عشان المعادلة مش موزونة يبقى يحط هنا على حديد اتنين وهنا حط اتنين يبقى انا عندي كابريتات الحديد اتنين لما بينحل بالحرارة بيديني اكسيد حديد تلاتة ويتصاعد عندي غاز ثاني اكسيد الكابريت وغاز ثالث اكسيد الكابريت ده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الاهمية دايما بييجي سؤال في الامتحان ويقولك الكلام ده وضح بالمعادلات الكيميائية أثر الحرارة على ما يلي ويديك سؤالين أو ثلاثة طيب ده سؤال طيب السؤال اللي دايما بيعمل ألأ بقى عند الطالب شوية اللي هو كيف تحصل على الحمد لله إحنا الامتحان بتاعنا السؤال يا إما من درجة يا إما من درجتين هو لما يجيب لك سؤال كيف تحصل على مش يجيب لك سؤال فيها خمس ستة معادلات أنت هم معادلتين بس فإنت الطالب وإنت بتذاكر ما تعذبش نفسك ما تجيش تيجي تقول أنا من كذا كيف تحصل على كذا وتبقى أنت عايز تكتب خمس ستة معادلات لا أنت لو عايز تتدرب وعجبك الموضوع ده حاجة بتاعتك ولكن السؤال بتاعنا عبارة عن درجة أو درجتين لو درجتين يبقى تكتب معادلتين لو درجة هيجي لك وضح بالمعادلات أثر ليه الحرارة يبقى أنا عندي السؤال التاني يجي لي في الامتحان يقول لي وضح بالمعادلات الكيميائية الموزونة كيف تحصل على كيف تحصل إيه كيف تحصل على السؤال الأولاني عايز إيه عايز الحديد من هيدروكسيد لا هو عايز هيدروكسيد حديد تلاتة من الحديد الأول عايز هيدروكسيد الحديد تلاتة من الحديد وممكن نأكس ممكن نأكس السؤال عايز حديد من هيدروكسيد حديد تلاتة سنحل ده الاول انا عندي هيدروكسيد الحديد 3 F E O H B C R هسخل لدرجة حرارة اعلى من 200 درجة سلزية هيديني اوكسيد حديد 3 F E 2 O C زائد بخار بخار المية H 2 O عايز اوزن المعادلة بحط 2 مول هنا وهنا بحط 3 مول يبقى انا عندي كده الاكسوجين بتاعي هنا 3 و 3 6 يبقى 2 في 3 و 6 المعادلة موزونة هو عايز مين عايز الحديد هعمل ايه هاخد اكسيد الحديد 3 اللي هو F E 2 O C وهختزله باول اكسيد الكربون عند درجة حرارة اعلى من 700 درجة مقاوية يا استاذ ده السؤال بتاع فرن ميدريكس ايوة فتع الفرن العالي ايوة السؤال بتاع فرن العالي ده معادات الاختزاب بتاع الفرن العالي يبقى اكسيد حديد 3 هاختزله باول اكسيد الكربون هيديني الحديد بنسميه الحديد الغفلة زائد ثاني اكسيد الكربون يتصعب يبقى السؤال بيقول ليه عايز هيدروكسيد يعني هو كيف تحصل على من هيدروكسيد الحديد 3 عايز لايه الحديد خلاص طب لو عكس السؤال يبقى احنا جبنا من هيدروكسيد حديد 3 او من هيدروكسيد حديد 3 كيف تحصل على مين على الحديد من هيدروكسيد الحديد 3 كيف تحصل على الحديد طيب ده سؤال كده طب لو عكس لو قال لي انا عايز من الحديد عايز هيدروكسيد حديد 3 انا عايزين ايه من الحديد كيف تحصل على هيدروكسيد الحديد 3 يبقى المعادلتين الاولانيين بدأت بهيدروكسيد الحديد 3 وجبت الحديد طب والمعادلة دي هو عايزك تبدأ من الحديد وتجيب له هيدروكسيد الحديد 3 احنا بنجيب برادة الحديد ف ايه وسخنوا لدرجة الاحمرار ومرر عليه غاز الكولور امرر عليه غاز الايه غاز الكولور واعمل تسخين شديد خلاص هيديني كولوريد حديد 3 ف اي سي ال سري المعادلة مش موزونة عايز اوزن المعادلة هجرب الاتنين مول هنا ونحط اتنين مول هنا يبقى الحديد يتوزن الكولور بقى اتنين في تلاتة في ستة اخليها هنا ستة ازاي باضرب هنا كانت تلاتة ده ممكن وانا بذاكر اروح اقول لنفسي كده واسأل نفسي هو ليه اداني كولوريد حديد 3 طب ليه ما ادانيش كولوريد حديد 2 لان الكولور هنا عامل مؤكسد قوي عامل مؤكسد قوي جبت كولوريد الحديد 3 هذه كولوريد حديد 3 ف اي سي ال سري عايز منه مين عايز هيدروكسيد حديد 3 فعله مع اي قلو عايز تفعله مع هيدروكسيد السوديوم اهلا وسهلا عايز تفعله مع هيدروكسيد الامونيوم براحتك يبقى احنا لننشتغل مع مين مع هيدروكسيد الامونيوم اني اتش فور او اتش خلي بالك هيدروكسيد الامونيوم ليه اسمي تاني اسمه محلول النشادر اسمه محلول الليه النشادر او محلول الاموني خلاص هيتفعله مع بعض هيتحصل عبادة تبادل مزدوج هيتدينا كولوريد امونيوم NH4CL زائد F E O H B 3 وده عبارة عن راصب بني محمر عايز اوزن المعادلة عشان المعادلة مش موزونة بحط هنا كهم 3 مول وحط هنا 3 مول يبقى السؤال الاولاني اللي احنا نرجعه تاني هو عايز هنا في السؤال الاولاني ايه عايز من هيدروكسيد حديد 3 عايز الحديد طب والسؤال التاني عكس عايز من الحديد هيدروكسيد حديد كام حديد 3 وده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الايه في غاية الاهمية طيب نرجع تاني برضو لسؤال كيف تحصل على بس من الكيميا العضوية السؤال بيقول لي كيف تحصل على غاز الايصاين من اسيتات السوديوم عايز مين من مين عايز غاز الايصاين من اسيتات السوديوم احنا عارفين ان اسيتات السوديوم الرمز بتاعه CH3 COO NA بعمل له تقطير جاف مع الجير السودي اللي هو NAOH فيه وجود اوكسيد الكالسيوم مع التسخين ايه اللي هيحصل المعادلة دي بتتم كالاتي المجموعة دي كلها بتطلع مع بعض الجزء ده كله بيطلع مع ايه مع بعض كده بالشكل طب الجزء اللي انا حاولته بالقلم اللي احمر ده لما يطلع مع بعضه بيديني ملح ايه بيديني ملح كربونات السوديوم NA2 CO3 ومجموعة الالكايل اللي هي مجموعة ال-CH3 لا توجد في حالة انفراد هيتحد مع الهيدروجين هيديني غاز الميسان كده انا عملت ايه حصلت من اسيتات السوديوم بالتقطير الجاف مع الجير السودي غاز الميسان طب وبعدين باخد غاز الميسان وال-CH4 وعمل له تسخين شديد لحد 1500 درجة وبعد كده تبريد سريع تبريد ايه سريع هيديني ايه هيديني غاز ال-E-Sine C2 H2 زائد غاز الهيدروجيني يتصعد طب عايز اوزن المعادلة عشر المعادلة مش موزونة هنا عندي اتنين كربون نخلي هنا كام اتنين بقى الهيدروجين ادي اتنين هنا هنخليه تلاتة يبقى اتنين في تلاتة بستة زائد اتنين بيبقى كام تمانية يبقى المعادلة بتاعت المعادلة ايه موزونة ولكن المفروض وانا بذاكر الجزئية لو السؤال ده جالي في الامتحان ده الحل بتاعه بسيط معادلتين كل الاسئلة بتاعتنا كيفة تحصل على معادلتين اسيتات السوديوم عملت بممكن لك خلات السوديوم اللي جابه واحد اسيتات السوديوم او خلات السوديوم بفعله مع الجير السودي بس تسخين اسمه التقطير الجاف يجيلي سؤال علل في الامتحان يقول لعلل يفضل الجير السودي عن السودة الكوية فقط عند تحضير غاز الميسان ليه بفضل الجير السودي لان الجير السودي خليط من هيدروكسيد السوديوم واكسيد الكالسيوم واكسيد الكالسيوم يعمل على خفض درجة انصهار المزيج اللي انت بتطيع مزيج التفاعل ده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الايه في غاية الاهمية سؤال برضو من اسئلة الكيميا العضوية سؤال مهم جدا دايما بيجي في الامتحان يقول لك من كحول أحادي الهايدروكسيل كيف تحصل على كحول سناء الهايدروكسيل او يقول لك من كحول من كيف تحصل على اسيلين جي ليكل من الكحول الايه السؤال fellowship الاسئلة سؤال بتاعي كيف تحصل على كحول سناء الهايدروكسيل اللي هو اسيلين جي ليكل من كحول احادي الهيدروكسيل سؤال في غاية الايه الاهمين هو عايز مين عايز كحول سناء الهيدروكسيل مين مين كحول احادي الهيدروكسيل مين الكحول الاحادي الهيدروكسيل اللي هو الكحول الايه كحول الايسيل يا استاذ هو احنا لما نيجي نكتب المعادلات نكتبها بالصيغة الجزيئية ولا بالصيغة البنائية طبعا احنا بنعبر عن اي مركب عضوي بالصيغة البنائية ليه لان الصيغة البنائية هي اللي بتوضح لترتيب الزرات داخل الجزئة فانا بستخدمش صيغة ايه جزئية طيب الكحول الاسي اللي رمزه ايه ادي كربون اتنين وهنا هيدروجين اتنين تلاتة اربعة خمسة وهادي الو اتش يا استاذ ينفع اكتبه ايوه ما ده صح ما دي صيغة جزئية مجمعة او مكسفة طب يا استاذ ينفع اكتبه سي تو اتش سيكس او لا ما ينفعش لان دي صيغة جزئية دي صيغة ايه جزئية يبقى انا عندي الكحول الاي سيلي لما اكتبه بالشكل ده انا بكتبه بالشكل عشان اوضح لك الايه المعدلة بمشي ازاي ادي الكحول الاي سيلي هسخنه في وجود حمض الكابريتيك اتش تو اس او فور مركز وهسخن لحد كام مية وتمانين درجة سيلي ايه اللي بيحصل حمض الكابريتيك عندي هنا مادة نازعة للمية بينتزع المية بس خلي بالك لما تيجي تنتزع المية لو انت خدت ال او اتش من زرة كربون تاخد ال اتش من زرة الكربون المجاورة وبيحصل حاجة اسمها الكسر المتجانس للايه للروابط ايه اللي هيحصل هيديني مية اتش تو او زائد ادي كربون وادي الكربون التانية وهنا هيدروجين و هنا هيدروجين و هنا هيدروجين و هنا هيدروجين اتكسرت ال او اتش طلع اخد الالكترون بتاعه الخد الالكترون بتاعه ا ادنه مية غازي الايسين ممكن اكتبه بالشكل ده برضو. سي اتش تو. ربطة سنائية سي اتش تو. هعمل له ايه؟ تفاعل بير. تفاعل بير محلول. ما ايه يعني؟ بيرمنجنات البوتاسيوم. مصدر الاكسوجين الزر. واكتب على السهم. بيرمنجنات بوتاسيوم. كي ام انو او فور. وهكتب هنا وسط قلوي. وسط ايه؟ قلوي. هيديني المركب في غاية الاهمية. اسمه الاي سيلين جيلايكل. اللي هو السي اتش تو. وهنا السي اتش تو. الربطة باي بتتكسر. هنا تخش مجموعة هيدروكسيل. وهنا تخش مجموعة هيدروكسيل. ايه اللي حصل؟ ده مركب عنده او اتش واحدة بس. جبت منه مركب. بيحتوي على اتنين او اتش. الاي سيلين جيلايكل. مادة مانعة. لتجمد مياه مبردات السيارات. في المناطق الباردة. ليه؟ لانه بيكون مع جزيقات الميا. روابط هيدروجينية. ويمنع تجمعها على هيئة بلورات تلك. المعادلة التانية دي. معادلة في غاية الاهمية. بييجي عليها اسئلة كتير جدا. ده تفاعل بير. المعادلة دي بنسميها ايه؟ التفاعل ده بنسميه تفاعل ايه؟ تفاعل بير. لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك. اذكر المصطلح العلمي. امرار غاز الايسين في محلول قلوي لبرمنجانات البوتاسيوم. يبقى تقول ايه؟ تفاعل باير. طب انا عندي تفاعل باير ده. تفاعل اكسادة. ولا تفاعل اضافة. ولا تفاعل اكسادة واضافة. ده تفاعل اكسادة وتفاعل اضافة. طب ليه لون برمنجانات البوتاسيوم بيزول؟ لان المادة المتكونة من التفاعل الايسينجيليكل ده عديم لايه؟ عديم اللون. ده سؤال من الاسئلة المهمة جدا. اللي ممكن ييجي فيه اسئلة الكيميا الايه؟ الكيميا العضوية. برضو من الاسئلة المهمة اللي نرجع للحديد تاني عشان نشكل. عايز كبريتات حديد اتنين من اجزالات حديد اتنين. سؤال بول كده. عايز انت مين؟ كبريتات الحديد اتنين. عايزه من مين؟ من اجزالات الحديد اتنين. بقى عايز مين من مين؟ عايز كبريتات حديد اتنين من اجزالات الحديد كام؟ اتنين طب احنا عندنا اجزالات الحديد اتنين سي او او وهنا سي او او وهنا اف اي ده اجزال ده جاي ده ملح حمض اجزالك وحمض الاجزالك ده حمض عضوي خلاص يبقى انا عندي هسخنه بمعزل عن الهواء تسخين وما نساش اكتب معزل عن الهواء لو ما كتبت الشرط التفاعل ممكن نقصك نص درجة هيديني اكسيد حديد اتنين اف اي او زائد اول اكسيد الكربون وساني اكسيد الكربون انا كده جبت مين اكسيد حديد اتنين طب هو عايز مين عايز كابريتات حديد اتنين على طول ما حمض الكابريتيك يبقى ادي اكسيد حديد اتنين اف اي او زائد حمض الكابريتيك اتش تو اس او فور والحمض يكون مخفف هيدينا F E S O 4 زائد المية H 2 O ده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الايه الاهمية جي قبل كده سؤال برضو من الاسئلة المهمة جدا في امتحان السنانية العامة عايز من كبريتات حديد اتنين كبريتات حديد تلاتة من كبريتات حديد اتنين كبريتات حديد تلاتة في طالب لما يسمع السؤال يترهب لا انت ركز بالراحة هو عايز مين عايز كبريتات الحديد اتنين عايز كبريتات حديد تلاتة من مين من كبريتات الحديد اتنين يعني عايزك تحول كبريتات الحديد السنانية الى كبريتات حديد ايه سلاسي خلاص كده ادي كبريتات الحديد اتنين F E S O 4 هعمل له تسخين شديد لدرجة الاحمرار هيديني اكسيد حديد F E 2 O 3 اكسيد حديد 3 زائد ثاني اكسيد الكابريد زائد ثالث اكسيد الكابريد المعادلة مش موزونة احط هنا عندي كام اتنين مول انا كده عملت ايه جبت من كابريدات الحديد 2 اكسيد الحديد 3 يعني حولت الحديد من ثناء الى ثلاثة خلاص كده بقت العملية سهل هاخد اكسيد الحديد 3 F E 2 O 3 بس افعله مع مين مع حمض الكابريديك H 2 SO 4 مركز حمض الكابريديك ايه مركز ولو احتاج التسخين اعمل له عملية ايه تسخين هيديني ايه هيديني F E 2 SO 4 باي سري زائد الايه زائد الماء طيب عايز اوزن المعادلة عشان المعادلة مش موزونة عندي مجموعة الكابريتات على بعضها الاسو او فور دي على بعضها عندي هنا كام 3 بحط هنا كام 3 بقى الهيدروجين اتنين في تلاتة بحط هنا كام 3 ده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الايه الاهمية كابريتات حديد تلاتة عايزوا من مين من كابريتات حديد اتنين سؤال تاني عايز كيمية عضوية يعني التحويلات دي يا جماعة في غاية الاهمية انا يعني القناة هنا بتبزي الجهد بحيث ان الطالب اليوم امتحان الكيمية لما تخش تخش ولو انت تابعت الحلقات دي تاني الحلقات دي بتنزل ورا بعض لو انت جمعتهم وذكرت المراجعات دي ان شاء الله ربنا هيكرمك ويعني هيوفاك بإذن الله يا رب السؤال بيقول لي عايز مين عايز حمض الاسيتك من غاز الاي صاين عايز حمض الاسيتك من غاز الاي صاين غاز الاي صاين اللي هو السي تو اتش تو اللي هو غاز الاستيلين هعمل له هيدارة حفزية هفعله مع الميا اتش تو او في وجود حمض الكابريتيك شروط التفاعل مهم اتش تو اس او فور وتركيزه اربعين في المية وعامل حفاز كابريتات الزئبق وسخن التفاعل لحد ستين درجة سلزي بيديني مركب في غاية الاهمية اللي هو الاسيتالضهايد سي اتش سري سي اتش او دي معادلة مجمعة ولكن لو احنا خدناها بالتفصيص الاول بيديني كحول الفاينايل وبعد كده يتحول الى اسيتالضهايد ولكن احنا طالما بنعمل تحويله بكتب المعادلة لايه المجمعة طب بعد كده الاسيتالضهايد اللي هو سي اتش سري سي اتش او هعمل له عملية ايه اكسادا اكسوجين زري ممكن استخدم له برمنجناب بوتاسيوم كم انو فور محمد بحمض الايه الكابريتيك محمد بحمض الايه الكابريتيك هيديني حمض الاسيتالضهايد سي اتش سري سي او او اتش طب لو قال لي انا عايز من غازل ايصاين بس كحول ايسالي برضو هجيب الاسيتالضهايد خلاص ده كده السؤال ده خلص طب لو قال لي عايز كحول ايسالي هجيب الاسيتالضهايد اللي هو سي اتش سري سي اتش او اللي حصلت عليه من المعادلة الاولانية وعمل له عملية اختزال بواسط الهيدروجين هيديني كحول ايسالي سي تو اتش فايف او اتش دي اسئلة في غاية الاهمية لأسئلة التحويلات الله يبرك لك ان شاء الله رب العالمين لما تقعد تتابع الحلقة تاني في على اليوتيوب او النت وراء وقلم وتجيب اسئلة تنقلها وتجمحهم عندك انت لو انت تبقى معانا هتجمع المصطلحات العلمية بتاعت الحلقات كلها هيبقى عندك حصيلة حلوة جدا من المصطلح العلمي اسئلة تعلل بتاعت الحلقات كلها التحويلات هتلاقي نفسك عندك زخيرة كويسة وتقدر تخش الامتحان وانت ايه وانت متطمن باذن الله رب العالمين طيب ليه في اسئلة تانية في غاية الايه في غاية الاهمية السؤال اللي هو فسر السؤال بيقول لي فسر اللي احنا بنقول عليها علل لمايات السؤال بيقول لي رقم واحد بيقول لي رغم نشاط الكروم الكيميائي السؤال بيقول لي رغم نشاط الكروم الايه الكيميائي الا انه يقاوم فعل العوامل الجوية بالبلد كيف بيصديش معدن لا لا يصدق علي اللي ما يأتي رغم نشاط الكروم الكيميائي الا انه يقاوم فعل العوامل الجوية طب ايه السبب لان الكروم لما بيتاكسد بتتكون عليه طبقة اكسيد غير مسامية حجم جزيئات الاكسيد اكبر من حجم جزيئات الكروم فبيقفل المسامات كلها وده بيؤدي الى ان الاكسوجين ما بيعرفش يخش للطبقة التانية فبيمنع عملية الصدق ما كده بنقولها بالايه بالبلد هنقول تاني السؤال بيقول علل رغم نشاط الكروم الكيميائي الا انه يكون يقاوم فعل العوامل الجوية هتبقى الاجابة بتاعت ايه لتكون طبقة اكسيد غير مسامية حجم جزيئاتها اكبر من حجم جزيئات الكروم لتكون طبقة اكسيد غير مسامية حجم جزيئاتها اكبر من حجم جزيئات الكروم فيمنع استمرار عملية الاكسادة يبقى انا عندي عملية الاكسادة ايه تضيط تتوقف ده من الاسئلة اللي في غاية الايه في غاية الاهمية سؤال في غاية الايه الاهمية طيب في اسئلة سؤال تاني برضو من الاسئلة العلل اللي دايما السؤال ده بييجي في الامتحان ومن الاسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة السؤال بيقول ايه نقول الاول كده بالبلد كده وبعد كده نشرحه السؤال بيقول ايه وليه لما بضيف هيدروكسيد السوديوم تدريجيا الى كولوريد الالمونيوم يديه نراصب ابيض جيلاتيني ثم يختفي السؤال بيقول لكده علل او فسر عند اضافة هيدروكسيد السوديوم تدريجيا الى محلول كولوريد الالمونيوم يتكون راصب ابيض جيلاتيني ثم يختفي ليه الراصب ده بيختفي ده سؤال مهم جدا والاهمية بتاعته دايما انا سبب يعني ليه بقول عليه مهم جدا لانه موجود في كتاب المدرسة واحنا عندنا المرجع الرئيسي اللي امتحان هو كتاب المدرسة سؤال بيقول لي علل عند اضافة هيدروكسيد السوديوم تدريجيا الى محلول كولوريد الالمونيوم كبريتات الالمونيوم المهمينة حاجة فيها الالمونيوم خلاص ليه بيتكون راصب ابيض جيلاتيني ويختفي اجي السؤال ده لما اجي ابص عليه يعني انا الطالب اللي مذاكر كويس بيشتغل عن طريق المعادلات ايه اللي بيحصل عندي ادي كولوريد الالمونيوم ALCL سري هفعلوا مع مين مع 3 مول من هيدروكسيد السوديوم NAOH هيديني ايه كولوريد السوديوم NACL زائد هيدروكسيد الالمونيوم ALOH باي سري هو ده الراصب الابيض الجيلاتين يبقى يلحاول ايه لانه لما بضيف هيدروكسيد السوديوم بيتكون راصب ابيض جيلاتيني من هيدروكسيد الالمونيوم طب واصل الاضافة كمل عاملات الاضافة يختفي الراصب لما تيجي تزود هيدروكسيد السوديوم يختفي الراصب ليه لان هيدروكسيد الالمونيوم ALOH باي سري بيتفاعل مع هيدروكسيد السوديوم NAOH ويديني ملح اسمه ايه الامونيات السوديوم اللي هو الـ NA AL O2 زائد المية H2O زائد المية ايه H2O وحط هنا ايه اتنين ايه اتنين مو خلاص كده المركب ده اسمه ايه اسمه ميتة الامونيات السوديوم طب ميتة الامونيات السوديوم ده ما قاله ده بيدوف في المية يزوب في الماء عشان كده الراصب بيختفي في طالب يكتب كده طب واحد تاني المعادلات مش جاية في باله هجاوب ازاي هقول عند اضافة هيدروكسيد السوديوم الى كولوريد الالمونيوم يتكون راصب ابيض جيلاتيني من هيدروكسيد الالمونيوم اولا وعند اضافة المزيد من هيدروكسيد السوديوم يزول الراصب لتكون ميتة الامونيات السوديوم التي تزوب في الماء لتكون ايه ميتة الامونيات السوديوم التي تزوب في الايه في الماء ده برضو سؤال من الاسئلة اللي دايما بتيجي فيه امتحانات الايه السنوية العام اوقات بقى يجيب لك سؤال رابط بين موضوعين يعني حاجة من الباب الاول والتاني حاجة من الباب التاني والتالت بالشكل ده ده من نوع الاسئلة ده سؤال يعني دايما الامتحان بيبقى فيها اسئلة للطالب المتميز يعني هفرق بينكم ازاي فيه طالب شاطر جدا لان لو جبت الامتحان كله في المستوى المتوسط يبقى انا ظلامت الطالب الايه الشاطر ففيه بعض الاسئلة بتيجي بنسبة خمستاشر في المية او اقل او ازت حاجة بسيطة بالنسبة للطالب الايه المتميز زي السؤال اللي احنا هنعرضه دلوقتي اللي هو فسر السؤال بيقول ليه لا يستخدم محلول كربونات الصوديوم للتمييز بين دليل عباد الشمس ودليل ازرق برومو سيمول السؤال تاني لا يستخدم محلول كربونات الصوديوم للتمييز بين دليل عباد الشمس ودليل ازرق برومو سيمول فالطالب يعني في طالب بسم الله ما شاء الله عارف ان كربونات الصوديوم لما بيدوف في المية وده درسناه في التمييق المحلول بتاعه قلوي وطالما محلول قلوي وده محلول عباد الشمس في الوسط القلوي ازرق ودليل ازرق برومو سيمول في الوسط القلوي برضو ازرق لما اجي جاوب واتقول ايه سقول لان محلول كربونات الصوديوم يتميي مكوناً محلول قلوي واحد تاني يقول لان Marshall كربونات الصوديوم محلول قلوي والمحلول القلوي مع عباد الشمس هيدي لون ازرق ومع ازرق بروموسيمول برده هيدي لون ايه الازرق يبقى السؤال هو ليه لان لون الدليلين في الوسط القلوي ازرق وكمل تحتي عشان ابين للي بيصح ان انا فهل ومحلول كربونات السوديوم محلول قلوي لما بيحصل له تميق بيديني محلول ايه محلول قلوي ده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الايه الاهمية يبقى علل لا يستخدم محلول كربونات السوديوم للتمييز بين دليل عباد الشمس ودليل ازرق بروموسيمول هقول له ان محلول كربونات السوديوم قلوي التأثير ولون الدليلين في الوسط القلوي ازرق ده سؤال من الاسئلة اللي في غاية الايه الاهمية برضو سؤال تاني مهم جدا بيجي في الامتحان يقول لي علل لا يتكون واحد برومو بروبان لا يتكون ايه واحد برومو بروبان امتى عند اضافة محلول البروم في رابع كولوريد الكربون الى البروبين ادي البروبين الطالب الطالب الشاطر بقى دي يعني يعني دماغه شغالة بسم الله من شاء الله ادي البروبين ادي الـ CH3 وهنا عندي الـ CH وهنا عندي رابطة سنائية وهنا عندي الـ CH2 المركب ده اسمه ايه؟ ده اسمه بروبين خلاص لا يتكون واحد برومو بروبان عند اضافة مش محلول البروم بروميد الهيدروجين عليش انا اسف جدا عند اضافة بروميد الهيدروجين بروميد الهيدروجين الى البروبين يبقى انا هضيف هنا ايه؟ HBR H A B R هقول السؤال تاني لا يتكون واحد برومو بروبان عند اضافة بروميد الهيدروجين الى البروبين الطالب الشاطر على طول لك قاعدة ماركنيكوف قاعدة ماركنيكوف بيتولي القاعدة بيتولي اسمع معايا القاعدة جدا كويس كده عشان انا مش عايزك تحفظ السؤال بيقول ليه؟ عند اضافة متفاعل اللي هو ده غير متماسل مش شبه بعض احد شقيه هيدروجين يعني نصه هيدروجين الى الكين غير متماسل زرة الهيدروجين المجابة هتروح لزرة الكربون الغير مشبعة والغنية بالهيدروجين طب والشق السالب هيروح لزرة الكربون الغير مشبعة والفقيرة بالهيدروجين طب ايه المركب اللي هيتكون عندي CH3 وهنا CHBR وهنا CH3 والمركب اسمه ايه؟ اتنين برومو بروبان هو بقى السؤال بيقول لك كده عن اللي ما يأتي لا يتكون واحد برومو بروبان يعني هو ليه بيديني اتنين برومو ليه ما بيكونش واحد برومو بروبان عند اضافة بروميد الهيدروجين الى البروبين هاولي فيه طالب يجاوب كده لان الاضافة تتم حسب قاعدة مارك نيكوف ويروح ساكت يا سيد الفاضل جاوب الاجابة تقول ليه؟ لان الاضافة تتم حسب قاعدة مارك نيكوف والتي تنص على عند اضافة متفاعل غير متماسل احد شقيه هيدروجين الى الكين غير متماسل فان الهيدروجين الموجب او الشق الموجب يتصل بظرة الكربون الغير مشبعة والغنية بالهيدروجين والشق السالب اللي هو البروم السالب هيتصل بظرة الكربون الغير مشبعة والفقيرة بالهيدروجين ويكون عندي اتنين برومو بروبان ده سؤال من الاسئلة اللي فيه غاية الاهمية برضو فيه سؤال يعني بوجود في اسئلة النمازج وده سؤال مهم جدا سؤال بيقول ايه يختلف ناتج تحلل كبريتات الايصايل الهايدروجينية حراريا عن ناتج تحلله مائيا الله يبرك لكم اكتبوا السؤال ده فسر يختلف ناتج تحلل كبريتات الايصايل الهايدروجينية يختلف ناتج تحلل كبريتات الايصايل الهايدروجينية حراريا عن ناتج تحلله مائيا يعني لما جيب كبريتات الايصايل الهايدروجينية وسخنوا يديني ناتج وعمل له تحلل مائي يديني ناتج اخر طب تعال نشوف كبريتات الإيصالة الهيدروجينية ده كبريتات الإيصالة الهيدروجينية ده كبريتات الإيصالة الهيدروجينية ده أستاذ ينفع نكتبه C2 H5 HSO4 ده هعمل له إيه هعمل له تحلل حراري هسخنه لحد كام لحد 180 درجة سلزية كبريتات إيصالة الهيدروجينية إيه لا يحصل مجموعة البي كبريتات اللي جوه الديرة دي بتاخد هيدروجينة من الخمسة ويديني حمض الكبريتيك H2SO4 ويفضل عندي C2H4 اللي هو غاز الإيسين يبس سؤال هنا لما عملت له تحلل حراري يديني حمض كبريتيك وغاز الإيسين طب لو عملت له تحلل مائي آدي هنا C2 H5 O وهنا SO3H هنفعله مع الماء تحلل حراري HOH وهنا هيكون عندي كام عندي 110 درجة سلزية 110 درجة إيه سلزية إيه لا يحصل الهيدروجين هياخد مجموعة البي كبريتات عشان يديني حمض الكبريتيك H2SO4 طب مجموعة الإيسايل ده مجموعة زرية عضوية لا توجد منفردة هيتحد مع الOH ويديني إيه كحول إيسيلي اللي هو C2H5 OH السؤال ده دايما بيسبب مشكلة عند الطالب شوية لأنه سؤال عميق سؤال بيقول لي علل يختلف ناتج تحلل كبريتات الإيسايل الهيدروجينية حراريا عن ناتج تحلل مائين أنت عايز تكتب المعادلات برحتك هو لو قال لك موضحا بالمعادلات بأنت مضطرتك أما هو بيقول لك فسر يبقى الإجابة بتاعتك تقول إيه لأن كبريتات الإيسايل الهيدروجينية يتحلل حراريا عند 180 درجة مئوية مكونا حمض كبريتيك وغاز الإيسين بينما يتحلل مائيا عند 110 درجة مئوية يديني حمض كبريتيك وكحول إيسايل يبقى ناتج التحلل الحراري غير ناتج التحلل الإيه المائي أسئلة في غاية الأهمية أتمنى أنه كنتوا الحلقة دي تتبقوها كويس جدا وتذكروا معايا الحلقة مرة واثنين وإيه وثلاثة برضو من الأسئلة اللي في غاية الأهمية سؤال بيجي في الامتحان على قاعدة لوشة ليه على قاعدة إيه لوشة ليه السؤال عندي جاهز أهو السؤال جاهز قدامي على قاعدة لوشة ليه مديني معادلة غاز النيتروجين نتو زائد غاز الهايدروجين سري اتش تو بيديني اتنين ان اتش سري وخلي بالي ان دلت اتش هنا السالب ده معنان التفاعل ده طارد للحرار السؤال بيقول ليه احسب قيمة الكي سي إذا علمت أن التركيزات النيتروجين تركيزه ستة من عشرة مولر الهايدروجين تركيزه واحد مولر الناشادر تركيزه ستة مولر يا أستاذ ده مش تفاعل غازي أيوه والمفروض يقول لي كي بي يا فتا ممكن نعبر عن الغازات بالتركيزات والضغوط اللي اتنين مع بعض التركيزات والإيه والضغوط طيب احنا هنحلس وبعد كي بيقول لي ما تأثير ما يلي على الايه على النشادر طيب احنا هنجيب حاصل ايه ثابت الاتزان كي سي احنا عندنا الكي سي هيساوي تركيز النواتج اللي هو الني اتش سيري مرفوع لقصة اتنين على تركيز الايه المتفاعلات اللي هو النيتروجين وايه الهايدروجين اتش تو مرفوع لقصة كام قصة ثلاثة طيب يبقى الكي سي هيساوي شرط اتكسر غاز النشادر التركيز بتاعه كام ست هيبقى ستة تربيع النيتروجين تركيزه كام ستة من عشرة طيب الهايدروجين تركيزه كام واحد وقصة كام ثلاثة الناتج بتاعه هيطلع كام ستين طيب ستين ايه ولا حاجة مالوش تمييز لان ده سابت طيب لو قالك علق على القيمة دي هتقول لي بما ان قيمة الكي سي اكبر من الواحي الصحيح اذا تركيز النواتج اكبر من تركيز المتفاعلات طيب تفاعل زي ده هرجع تاني للتفاعل هو بيقول لي ما تأثير كله مما ياته على معدل انتاج النشادر لو انا زودت الضغط النشادر هيحصل له ايه هيزيد ليه لان التفاعل ينشط في الاتجاه الاصغر حجما هنا عندي اربعة مول اربعة حجم يعني وانا عندي اتنين حجم يبقى لما زودت الضغط التفاعل يمشي في الاتجاه الايه في الاتجاه الاقل ايه حجما اللي هو تكوين النشادر يبقى انا هكتب كده زيادة الضغط يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي وتزداد كمية النشادر الناتجة من التفاعل طيب لو رفعت درجة الحرارة ده تفاعل طارد والتفاعل الطارد لما ارفع درجة الحرارة التفاعل هيمشي في الاتجاه الايه العكس يبقى تركيز النشادر هيحصل له ايه هيقل مجموعة من الاسئلة ان شاء الله دي طبعا بتثبت مع انا بتكلم بسرعة شوية معلش على اساس ان الحلقة عايزة تدي لك كل اللي عندي يعني فان شاء الله رب العالمين لما تعد الحلقة وتكتب الكلام ده ربنا هيبركلك في المذاكرة بتاعتك ان شاء الله رب العالمين واتمنى من الله سبحانه وتعالى كل التوفيق لطلاب السنة العامة في الفترة اللي جاية يعني مصر كلها بتدعي لكم ربنا ووفاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته